سالو ميزا موغ جاسبه كوتول مونت فابيان ألوغ كنتم تكونوا غدين زيان مع المراجعة لهذا الامتحان الجيهوي في هذا الفيديو غدين ديروا الدرس الرابع من طرس مستهدفة في الامتحان الجيهوي السنة الثالثة إعدادة في مدى التربية الإسلامية يعني الدرس ديال الرسول صلى الله عليه وسلم يرثي قيام سلم والتعايش سلينا العقيدة ودخلنا لمدخل آخر المهم غدين ضبطوا في خصائص مجتمع المدينة قبل الوثيقة بعض البنود المؤسسة لقيام سلم والتعايش منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في إساء بنود وثيقة لمدينة ألوغ هادو المحاور اللي ننطرقوا لهم بالنسبة لكل درس راني كان نطرق لكم لقاء المحاور اللي قالوا لي نقعدوا راني وريتكم في أول فيديو شنو هم المحاور اللي خطنا نتبعوهم وليش شفتوني شنو كنديرا نعن كنتبعتهم كاملين ألوغ الخصائص لمجتمع المدينة قبل الوثيقة ممثلة هذه الخصائص كان تنوع القبلي شنو كانوا قاعدين في التنوع القبلي كانت المدينة تتضمن أو لا تضم بين أرجائها عدة قبائل منها الأنصار الأوس والخزرج والمهاجرون واليهود وهم عدة قبائل يعني هالتنوع القبلي يعني كان يعني المدينة كانت تشمل عدة قبائل منها الأنصار أي صحاب المدينة هم الأوس والخزرج اللي كانوا ديما مدابزين فيما بعضين والمهاجرون واليهود المهاجرون هم الذين هاجروا عند الأنصار أي استقبلوهم وقاصموهم أموالهم ومنازلهم واليهود وهم عدة قبائل اليهود فيهم بزاف دي القبائل يعني مقسمة لعدة قبائل اليهود التعدد الديني عرفت المدينة ديانات ومعتقدات متنوعة منها الإسلام واليهودية والنصرانية والوثنية يعني التعدد الديني يعني كانوا بزاف دي الديانات في عهد وثقة المدينة يعني كانت عندنا الوتانية أول حاجة كان عندنا الإسلام إيمانه بالله ورسله وكتبه وباليوم الآخر والقدر خيره وشره اليهودية كانوا اليهود بزاف تهوما والنصرانية الأنصار أو النصرانيون والوثنية تهدي وحد ديانا عموما عرفوا انتم مع هاد الربعوهن الحروب والصراعات كانوا بزاف دي الحروب والصراعات ما بين هادوك القبائل حيث شيكان مسلم شيكان يهودي شيكان وثاني شيكان نصراني كانت المدينة قبل الوثيقة قبل من الوثيقة هاد شي نكن نعود لكم على هاد شي هارانتو مارا قبل الوثيقة كانت تنوع القبلي والتعدد الديني والحروب والصراعات الحروب والصراعات قبلها كانت مسرحا للحروب المتجددة خاصة بين الأوس والخزرش كانت واحد مسرح بحل واحد السيني ما هاد المتابزات أو سوى الخزرش الحروب دي بس حتى تكلمت حروب لكن المقاتلة كمتوفر الألف الناس والملايين قاعد بعض البنود المؤسسة لقيام سنم والتعايش شنو هما البنود أو لا الأسس اللي تبنت عليها تقيم سنم والتعايش يعني شنو ضمنت لنا تقيم سنم والتعايش شنو تبنت لنا يعني شنو يحواج لضمناتها لنا تقيم سنم والتعايش ضمان وحرية الاعتقاد والتعبت يعني كل واحد حر في الديانة دياله وكل واحد حر فشنو كي يعتقد يقدر يعتقد أن الله غيره موجود يقدر يعتقد يعبد الأصنام يقدر يدخل الإسلام ووثوقه هذا كل واحد يحترم ديانة الأخر حق المواطنة إذا أنت يهودي ولا نصراني يعني رغم اختلاف الجنس أو الأديان أو لأي حاجة أو اللغة فإحنا ما سوقناش كل واحد هو عنده الحق أنه يعيش داك الواطن دياله حقه التنقل بأمن لكل مواطن سواء كنتي مغرية كنتي معرفون مسلم كنتي ميهودي كنتي نصراني كنتي وثاني كنتي ما عارتش نوغة تكون هنا ديانة عندك ودستي من حدايا معلي إلا نعملك بكل سلم وسلام وأمن لذي حدايا من قيسك ما تقاسني بغيتي تهدر معي مرحبا وما بغيتي يشارك عندك الواقع ما نقاسك ما تقاسني ما شدوز من حدايا أنت نصراني نعطيك شبوني نهرسل لك عين نضربك نزرق لك عين كدرها لا علاقة لها بالدين كتخرق قوانين الدين وكتولي تنتي كتوري بالرير الإسلام رغم فيه ما يتلبق استغفر الله العظيم بالإسلام كتوري عليه واحد صورة خيبة فلذلك يجب أن نتأذر ونتعاون ونتعيش وعلى طبيعتنا عادي بحال مسلم مع مسلم بحال مسلم مع يهودي لكم دينكم واليدين كل واحد ملقاه مع الله أنت ما ثوقك وبينو وبينران الله تلقى بعض المرات هذي الخير اللي يديروا دوك اليهود بقى اليوم بغي يقولوا لا إله الله يسلموا يدخلوا نشجرنا بقى نقصهم بغي ذيك لا إله إلا الله يعني آمنوا بالله يديروا الخير يصدقوا يسكوا بلا محسو كل شيء يديروا بقى يخصم يشهدوا يديروا أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يدخلوا الإسلام فقط لا غير يقول لك الله رؤوف رحيم دائما يتسلم للعباد التوبة والرجوع إلى الطريق صح عمر الله لا يسمن عباده دائما لا يترجى فيهم الخير وعمر الشر ما يجيك مع انتا دربي فعلم أن وقعت لك شي حاجة خيبة فعلم رأها من أنفسكم رأنتم اللي قلبتوا اللي قدرتهم الله يجري في حسنات وفي حاجة تزوينا الله يساعدك على فعل الخيرات ويساعدك على ينزكي نفسك يهديك في بعض الأحيان خصك أنت دائما مش بعض الأحيان خصك تثلي وتزكي خصك أنت تحاول تقرب منه باش الله يعني يعني تقدر الطرق تواصل مع الله يعني بحل الصالة الزكاة تقدر تصوبل باش تواصل مع ربك تعاون على حماية الوطن ووقت الحرب إذن وخد تكون يهودي أو لمسلم أو لنصراني أو لوتاني وعايشين في نفس المدينة أو في نفس الوطن أو في نفس البلد ونضي هجوم بلاد خراها هجمت على الوطن ديالنا مثلا المغاربة عايشين نفاتحنا عايش الياهود الوطنيين النصرانيين كل شي ونوضي الوطن آخر هجم علينا فكوننا سنتقصر نتعاون ونطرح مبيناتنا باش ندفع على الوطن ديالنا سواء كنا مختلفين ديالنا حيش كلنا هذا الوطن يحمينا ويوفرنا الأمن والأمن والطمأنين والسكين والملبس والمسكن والمأكل والخدمة وكل شي فاحنا مستقراش في الديان ديالنا فما دام الوطن يوفر لنا كل هذا فنحن ملذمون على حمايته والذفاع عن وقت الحرب عدنا منهج رسول صلى الله عليه وسلم في إرساء بنود وثقة المدينة شنو هي الحويج للتابع الرسول باش يبين أن السلم والتعايش ضروري ما يكون في الإسلام يعني علش هو الرسول اللي كان كيهدف لهذا الشي باش يبين لذوق اليهود والنصرانين والسنين أن الإسلام دين تسامح وتضامن وتعايش وتعاطف وتراحم وتأذر وتكافل بين الشعوب والديانات واللغات المختلفة على رغم منحققش أنك تنتقد واحد حيش هو يهودي ولا تضربه ولا تعدعلي ولا تجريعلي ولا تخرجه من الوطن حيش هو يهودي وانت مسلم ما سوقكش في يكون يهودي ولا مسلم فانتغسك تتآثر معه وتعيش معه كأنه أخ لك في الإسلام مادمت أنت مادمت أنك مسلم فيجب عليك اتباع قوانين الإسلام وشروطه أي أن تتحل بالتعايش والتآثر مع الآخر لا دخل لك في الآخر إن كان مسلم أو يهودي أو نصراني أو وطني عليك احترامه والتعايش معه فقط العدل في المعاملة مع اليهودي ورفع الظلم عنهم إذن يعني العدل في المعاملة ألغم ما تعملش واحد مسلم كيف حالك في حاله حزن من اللي كتعمل واحد يهودي نفس المعاملة معهم بجوش ورفع الظلم عنهم ألغم اللي تلقش يهودي ما تضربوش زوروا إليك المريض جارك ما تلوحش عليه الزبل بحالي كان كيد الرسول صلى الله عليه وسلم كان كي طبق قوانين أو لشروط الإسلام كان كي وريهم بالإسلام هو دين إسلامي جميل يتحلى بالخلق الفاضلة الكريمة دو السلم والتعايش والأمن والأمان والطمأنينة كان كي وريهم بالغخاص يدخلوا الإسلام مرة هو كي حاول يحببهم فيه زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لبعض مرضى اليهود إذن كان جارو اليهودي مريض واحد المرة ما لحش حداز بلو يدق عليه هو يدخل زارو اللغرة ما كانش كيفكر باللي راه يهودي كان كي سيئلي هذا الجار راملي مرض الرأس الحيد ما دارش بدك الإساء اللي كان كيعطيه ومشى زارو ودن معه الواجب ما كانش كيقول وايلي وواهو كان كيروح عليه زبان وانا شنو أصلا مخصنش نحتاروه مخصنش ندنله هو يهودي كان كيفكر بطريقة إيجابية وكان كي حبب فيه الإسلام التعامل مع اليهودي ماديا والوفاء لهم بتلك المعاملات إذن يمكن لنا ندير التجارة مع اليهود يمكن لنا نتعامل معهم سلفوهم ويسلفونا ونردوا لهم الفلوس ونردوا لنا فلوسنا يمكن لنا نوفيوا لهم بذلك المعاملات باش نبينوا لهم أن الدين الإسلامي هو واحد الدين يعز السلمة والسلامة والأمنة والطمأنينة والأمان والتعايش والتآثرة فيما بين الشعوب المختلفة والأجنات المختلفة واللغات المختلفة والشعوب والثقافات المختلفة وكذلك الديانات المختلفة رفق النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود والكلمة الطيبة معهم إذن النبي فاش كنت يسمح اليهود يقول السلام عليكم ولو ما يردش علي ذلك اليهود ولو ما يعملش بذلك الكلمة الطيبة يقول لي دائما وخيس إليه الرسل أي واحد كنت يعمل حسان أصلا أصلا على الأقل نحاول في نقل الرسول صلى الله عليه وسلم في أبسط أمور التعامل مع الناس الآخرين سواء اليهود أو غير اليهود فهالدرس الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل السلم والتعايش قيام السلم والتعايش فمن أحسن أننا نضبطوه ضبط تام باش نطبقوه على الأقل في حياتنا باش نحفظوه يلكن شغل تطبقوه شرا هتكونوا حافظين تلقائيا حياتا شنو رسل المتعايش خسنا نحققوه حنايا عدد قبل ما نطبقوه عليهم في الدروس رس ضروري مخسنا ندير السلم والتعايش بعضياتنا ولو رحنا كنلقوا بعد مرات واحد مسلم مع مسلم حاقد عليه بغي يخيف يجيب له شي دقة الله يهدينا وصافي ولينا عايشين في واحد المجتمع سيء لواحد درجة بزاف خلينا في موضوع الدرس ديالنا حسن وخلاصة القاول سنكون وصلنا نهاية الخطاطة ديالنا نهاية الفيديو ديالنا تمنى تكون نستفتوا من هذا الفيديو هنا لإعجاب ديالكم ما تبخلوش عليها بالضغط لازل اشاركت في جرس لكم جديد لا تنساوش خليوا لايك وكمونتير وسلم عليكم متلقى في فيديو جديد وخدموا على هدف ديالكم لا تنساوش تحفظو تكردو واتاكلوا الكتوبة إلي قدرتو باش تحصلوا على واحد من نوقات كتفرح وجد مشرفة بالنسبة لكم والولدين ديالكم اللي كيصهروا على راحتكم وكيصهروا على أنهم يوفروا لكم المأكل والملبس والمسكن والراحة النفسية كذلك فحاولوا تفرحوهم وحاولوا أنكم تسعاوا أنكم ديما تخليوهم في أحسن صورة وما تحشموش لموجوههم قالوا ختموا على الهدف ديالكم وأنا راح للإشارة ديالكم وأخلي لكم الانستغرام ديالي في رابط الانستغرام ديالي في صندوق الوصف لأي سؤال وأي معلومة بغيتوا هادوزوا عندي مرحبا بكم أنا كنرحب بكم ترحيب جد جميل وجد مشرف ليانكم تخلوا عندي وطلبوا مني أي سؤال ما فهمتوش في أي مادة في أي درس مهم بنسبة التالت فأنا راح للإشارة مرحبا بكم عندي جو فزين بوكو أنا مساندكم وأذراكم في هاد في هاد الوقيتة هادي باش كلنا نحفظه ونقرأ وننجحه ونقول له أي واحد يحقق الحلم ديالو سواء أن يقول مهندس طبيب بوليسي جندار أي حاجة كنتمنوها اللي يحققها لكم والله يفرحكم يفرح وليديكم بان كوراج بورتوس